انت دلوقتي مزنوء ومحتاس ومش عارف تبدأ منين ولا تعمل ايه حاسس بضغط وتوتر وقلق مستمر وبتلوم نفسك وبتقول يا ريتني ذاكرت من اول السنة لو انت فعلا كده فاظن الفيديو ده ليك وان شاء الله يساعدك في انقاذ ما يمكن انقاذه السلام عليكم الاخبار وهلم بكم في فيديو جديد من دروس اونلاين يعني بيمنك مزنوء ومحتاج كل دقيقة فحتى مش هنقول المقدمة او مش هنحط المقدمة في الفيديو ده وخلينا نبدأ على طول انت دلوقتي في وقت مش طبيعي والاوقات الحارجة دي بتتطلب اجراءات حارجة وغير معتادة انت في الوقت ده عندك حاجتين مهمين جدا 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 الوقت والتركيز الوقت والتركيز انت محتاج توفر وقت وفي الوقت اللي انت وفرته ده محتاج تكون مركز مركز كويس لانك لو وفرت ضعف الوقت المتاح ولكن مش مركز او بدون تركيز فمالوش لازمة يعني اللي هتذكره مش يخوش دماغك اصلا عشان نظبط الاتنين دول اللي هم الوقت والتركيز احنا محتاجين اخد بالنا من اربع حاجات مهمين جدا 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 اول حاجة ما تجيش على النوم فاوقات الامتحانات والزنقة اول حاجة بنجي عليها علشان نوفر وقت هو النوم بنقلل ساعات النوم وبنقلل جودة النوم كمان لاننا في الغالب بنكون قابلو عملين نشرب منابهات وقهوة ومشربات طاقة وشاي وحاجات كتير قوي فبالتالي حتى لما نيجي ننام مش بننام كويس وبنبقى مفكرين ان النوم ده يعني ايه تضيع وقت وان ده مش وقت نوم وان الواحد مفروض يصهر ويطبقوا حاجات من هذا القبيل ظاهريا يبدو ان الموضوع منطقي يعني انت لما تقلل نومك مثلا للنص وتزود وقت مذاكرتك للضعف فانت كده كسبان ولكن احنا بنغفى العامل مهم جدا اللي هو العامل التاني بقى زي ما وضحنا وهو التركيز انت ممكن تكون وفرت وقت ولكن بتذاكر بتركيز اقل يعني افتكر كده فمرة لما نيمت اربع ساعات او تلت ساعات وبعدين قمت انت حرفيا بتكون عامل زي الزومبي مهما انشربت قهوة ومهما انشربت ونبهات انت برضو حاسس ان انت مش مزبوط بتقرأ الجملة او بتقرأ الفقرة اكتر من مرة عشان بس تفهم وتستوعب فالحاجة اللي كان ممكن تاخد وقت عشرين دقيقة عشان تذاكرها ممكن تاخد ساعة او اكتر ففي نهاية المطاف هتلاقي ان المعادلة دي خسرانة فكرة انك وفرت وقت بدون تركيز مالوش لازمة فالنصيحة الابدية نام كويس واصحى بدري ممكن تقول لي اه انا نايت اول مش ايرلي بيرد او ان انا بذاكر بالليل ما بحبش اصحى بدري معلش يعني ايه الكلام ده مش وقته خالص افضل حاجة تعملها دلوقتي انك تنام بدري وتصحى بدري المذاكرة ساعتين الصبحية ما يتعوضوش وقت فيه بركة ووقت فيه متسع وبتحس فعلا انك بتنجز حاجات كتير قوي في وقت قليل يعني احنا قلنا الجملة دي خمسمائة مررينة على قناة دروس اونلاين اصحى بدري ساعتين الصبحية دول ما يضعوش منك وكمان حاجة مهمة اقول فكرة الصحيان بدري انك بتمرن دماغك انه في الوقت البدري ده يكون شغال كويس ويكون بكامل تقطه وحذر فذر كده ايه اللي معاده برضه بيكون الصبح بدري الامتحانات فانت لما تروح الامتحان وانت معاود دماغك ان انت في الوقت ده بتكون مركز وشغال ادائك هيكون افضل بكتير من لو انك مطبق ورايح مش فايق وشاربلك خمسة طن قهوة علشان تركز فحاول تمرن دماغك ان انت ساعات الصبحية دي بتكون شغال ومركز وفايق ومية مية طيب انا اصلا نومي مقلوب يعني بنام الصبح وبصحة بالليل اعمل ايه في حل سريع وبسيط وهيجي من الاخر وهو باختصار ثبت معاد الصحيان مش معاد النوم احنا للاسف لما بنيجي نروح نزبط نومنا او نحاول نزبط نومنا بنبدأ ان احنا عايزين لنام بدري فانت بتخش تنام مثلا الساعة تسعة او عشرة وانت متعود في المعدنك تنام تلاتة مثلا فبتقعد من عشرة لحد اتنشر عمال تفرق وعمال تتقلب على السرير وما فيش نوم وبينتهى بك المطاف ان انت بتقوم لا انت نايم ولا انت صاحي وبتخليك كده لحد ما توصل للساعة ثلاثة برضو وبعدين تخش تنام في نفس المعاد ده غلط احنا بنبدأ من اننا بنثبت معاد الصحيان يعني انت حتى لو رحت نمت الساعة ثلاثة اصحى الساعة ستة او اصحى الساعة سبعة او ايا كان المعاد البدري المناسب بالنسبة لك اللي انا افضل يعني هو يكون بدري قدر الامكان طبعا هتقوم مش فايق وجسمك مكسر ومدروخ معلاش هو اول يوم بس هتقضي اليوم ده وتتماسك لحد الظهر والظهر هتنام لك عشرين دقيقة او نصف ساعة بالكتير هو تستسلم والنوم يسحبك وتنام لك ساعتين ثلاثة كده انت هتباوز الدنيا اكتر ما هي بايزة تلاتين دقيقة وخلوهم يصحوك حتى لو هيروشوا عليك مية وتصحى تكمل لحد بالليل هتصلي العشة وكن مش قادر تفتح حينيك تخش تنام تاني يوم هتلاقيك ايم الفجر لوحدك بدون منبهة تمام يعني دي ايه اختصار سريع جدا جدا يعني برشامة كده لازاي تظبط نومك دلوقتي وممكن قبل النوم بساعة تشرب حاجة مهدئة زي تيليو مثلا او كامو مايل دي حاجة بتساعد انك تبقى ريلاكس كده وتهدى وتنام افضل برضه ممكن تاخد مكمل الماغنيسيوم اللي هو فعلا بيساعد بشكل كبير جدا ان نومك يكون نوم كويس ونوم عميق وطبعا تستشير الطبيب يعني انا مش طبيب مش بديلك انا صحة طبية ولكن انا جربت ده وفعلا تساعدني جدا ان انا نوم يكون كويس انا عايزك بس تتخيل معايا كده اليوم المثالي اما عليش تخيل معايا غمض يعنيك كده وتخيل ان انت نمت بدري وقايم فايق ورايق بعد مش بيعت نوم لا وقايم كمان قبل الفجر بنص ساعة فانت هتقوم تصلي الفجر تزبط امورك وتبدأ يومك بدري ده يوم من ابو اتنين يعني ده يوم بيومين حرفيا انت هتلاقي بركة وهتنجز في اليوم ده وانجاز انت استحالة تنجزه في اليوم العادي اللي بتبدأ فيه صحيان بعد الظهر او قرب الهصر فنام كويس نام بالليل واصحى بدري ما تجيش عن نوم يا ابني اللي بيجي عن نوم ما بيكسبش والله ثاني حاجة واللي هي هتقومه فاجأة جدا بالنسبة لك زبط اكلك يعني احنا بنزبط اكلنا لما نكون بقى عايزين نخس او بنعمل ريجيم او عايزين نعمل فورما او ايان كان ولكن ما بيجيش في المقناة خالص ان الاكل اللي علاقة بالمذاكرة في حين ان احنا كل مرة بناكل اكلة كده يعني ايه تقيلة شوية اللي هو في الغالب معظم اكلاتنا بتلاقيك بتقوم ملكوم ومقلوب على اقرب كان بقى او على اقرب مخدة ومش قادر فعلا بيحصل لك كراش في حاجة كده اسمها القرب كراش اللي هي لما بناكلنا شويات بتلكمنا فبتقلبنا كده فبنعود شوية حلوين على ما اننا بنقدر نفوق ونمارس حياتنا تاني يعني حاول تتجنب قدر الامكاني النشويات التقيلة للمقارونات بقى البشاملات والحلويات والحوارات دي كلها حاول تتجنب العشق كتير والرزق كتير والكلام ده كله حاول تزود من الدهون والبروتينات والحاجات الصحية زي الخضار والفاكهة الحاجات ديت يعني بتفيد جسمك وفي نفس الوقت مش بتلكمك يعني في اكلات كده بتاكلها بتحس انك شبعت ومليان طاقة وفي اكلات تانية بتاكلها بتحس انك خلاص يعني عايز تنام فتجنب بتاعة النوم ديت وقتر من بتاعة الصحيات طبعا انا مش متخصص في التغذية ولكن اهل مكة اضرب اشعبها انت اكيد عارف الاكلات اللي بتلكمك وعارف الاكلات اللي بتاكلها كده تحس انك خفيف وخلي فيه وقت كده ما بين الاكل وما بين جلسات المذاكرة يعني لو هتاكل قبل المذاكرة خلي الاكل ده يكون خفيف قدر الامكان السناكس او الوجبات الخفيفة اللي بتاخدها مثلا وانت بتزاكر يعني ما تكونش شوكولاتات او ما تكونش بسكوتات او ما تكونش الحاجات اللي هي ممكن تدي لك سبايك او ارتفاع مفاجئ كده في الطاقة والتركيز بعدين بيجي بعدها كراش وتريحة فلا بلاش دول حاول تاكل حاجات زي الفكهة والخضار يعني اه حاجات مفيدة وخفيفة وبتسد جوعة ممكن تستعين بالمنبهات زي القهوة او مشروبات الطاقة ولكن تجنب كل الحاجات دي قبل النوم بست ساعة يعني لو انت عايز تنام الساعة عشرة فمن بعد الساعة اربعة مفيش منبهات لان اثر الحاجات دي في الغالب بيقعد ست ساعة في جسمك فحاول تتجنب الموضوع ده عشان لما تروح تنام تنام كويس ويجودة نومك تكون كويس عشان تقوم فيه يعني الموضوع ايه بيسلم بعضه عامل بالزبط زي التروس اللي في المكنة كل ترس بيسلم على خوف فحاول تبني المومنتم او حاول تبني التصارع ده بحيث ان الدنيا تخدم بعض بسرعة وفعلا فعلا انت هتحس بالفرق وتحس بالبركة وتحس بالانجاز لو زبطت الحاجات دي الحاجة رقم ثلاثة لا تكن شخصا اجتماعيا في هذه الفترة الفترة دي سبحان الله الافرح بتكتر والمناسبات الاجتماعية بتكتر وقربك الفلاني ربنا رزق بمولود وخلتك رجعت من عمرة بالسلامة وابن عمتك عامل عقيقة لعياله يعني حاجة مفيش بعد كده انت تعمل ايه؟ الغي كل المناسبات دي من حياتك معلش محدش هيزعل في الوالد او الوالدة او اخواتك هيسدوا عنك ويقوموا بالواجب يا ابو الواجب انا عارف ان انت صاحب واجب ومتسيبش المناسبات دي ولكن انت في وقت حارج دي الوقتي فمعلش ابقى اروح بعد كده استرضاهم او استسمحهم ويصدق ان هم هيكونوا مقدرين ان انت عندك امتحانات ومزنوق فمش منتظرينك اصلا في هذه المناسبات وفي نفس الوقت لا تكون شخصا اجتماعيا بالصورة الديجيتال يعني احنا خلاص حياتنا الاجتماعية دي اصلا هي كده كده مش في افضل حال ولكن حياتنا الاجتماعية الافتراضية اللي هي على السوشال ميديا للأسف بيكون نشيطة زيادة عن اللزوم فانت محتاج تبعد عن السوشال ميديا قدر الامكان وما استخدمهش الا في اضيق الحدود او للضرور القصوة او حاجة لها علاقة باللي انت بتذاكره وعلى فكرة انك تبعد فعلا عن السوشال ميديا والتليفون دي اصعب حاجة في اللاربة حاجات دول بص اقفلوا خالص وانت بتذاكر ده افضل حل ومن الاخر ما تقوليش اصلا بذاكر من التليفون مفيش الكلام ده التليفون اصلا جهاز ما ينفعش للمذاكرة اصل المحاضرات والسلايدز والبي دي اف على التليفون معلش خدهم على فلاشة او ابعتهم لحد يطبعهم لك اطبعهم كده على ورق وذاكرهم من الورق والله المذاكرة من الورق جميلة المذاكرة بالورق والقلم كده يعني حلوة فاطبع البي دي اف واطبع الحاجات ديت والاهل والله يمشي يقصروا معاك لو قلت له ما انا عايز فلوسه عشان اروح اطبع البي دي اف عشان اذاكر منه لكن المذاكرة من التليفون يا صاحبي انت كده بتضحك على نفسك التليفون اصلا هو جهاز للتشتيت مش جهاز للتركيز وبالمناسبة انا جربت البتاع دي اللي عبارة عن سجن للتليفون بستخدمها لما بحتاج اني اركز بتزبطها كده وتقفل البتاع وتعمل تايمر بيقفل التليفون نهائيا او بيحبسه كده مش بتعرف تستخدمه خالص الا لو اه اتصال واتصال مهم وانا في الغالب اصلا وقت الشغل بكون عامله صامت وبالتالي ده بشيل من دماغي احتمالية اصلا ان انا قدر استخدم التليفون فبيخلينا ركز في الحاجة اللي انا بعملها فحاولت تبعيده عن القدر الامكان طبعا مش محتاج اقولك ان انت مش محتاج البتاع دي ارميه في قوضة ثانية او اقفله او ادي لاخوك او لابوك او لولدتك يعني ابعده عن القدر الامكان بحيس انك ما تقدرش تستخدمه تقفل الموضوع من بابه اصلا تمام فحاول تبعد عن الاجتماعيات سواء الاونلاين او الاوفلاين اه ولكن لا يمنع ان انت في نهاية الاسبوع بعد ما تكون شديت حلق كده وذكرت كويسة ست ايام ان في نهاية الاسبوع يكون يوم راحة كده تشحم فيه ويبقى متنفسة يعني ايه تطلع كده تشم نفسك ولو صادف ان في مناسبة اجتماعية في اليوم ده مفيش مشكلة فرصة انك تقابل الارايب والاصدقاء والحباي لو مصادفش خلاص ولكن ما تخليش المناسبات تاكل يومك وتاكل وقتك وتاكل طاقطك وتضيع حاجة من الحاجتين المهمين جدا في الوقت ده هم الوقت والتركيز زي موضحنا الحاجة الرابعة اسمع كلام عم باريتو في واحد كده اسمه باريتو عمل قانون اسمه قانون باريتو بيقول ان 80% من النتائج متوقفة فقط على 20% من الاسباب او من المدخلات بمعنى ان اي مادة في 20% منها مسؤول عن 80% من درجات المادة دي في الامتحان في الامتحان هيكون في اسئلة عن جزئيات معينة الجزئيات دي هي جزئيات متكررة ووزنها تقيل وفي نفس الوقت لا تمثل الا 20% فقط من اي مادة فانت تركز على 20% دول ويكون لهم الاولاوية في المذاكرة والحل والمراجع وكل للكلام ده سؤال منطقي اعرف العشرين في المئة دول ازاي هتروح على امتحانات السنين السابقة وتشوف ايه الحاجات المتكررة الحاجات التي لا يكاد يخلو منها اي امتحان فده هيكون او يكون مرجع كويس لك اسأل اصحابك بتوع السنين اللي فاتوا او اسأل المعيد بتاع المادة او اسأل المدرس بتاع المادة ايه الحاجات اللي لا يخلو امتحان منها اكيد الاجابات بتاعتهم ونتائج البحث بتاعك ده هتؤدي في النهاية ان فيه حاجات معينة كده بتنور ساعة ما تعد عليها فدول تركز عليهم جدا جدا كلهم الاولوية ويكون لهم اكبر وقت ممكن وتذاكرهم كويس جدا وبعدين لو فيه وقت باقي تقدر تذاكر البقية لو زبطت الاربا حاجات دول يعني اظن ان شاء الله ان شاء الله يعني هتا يكون فيه انفراجة كده اصلا انت نايم كويس وايم الساعة اربعة ونصف مثلا الفجر ومش واكل واكلة تلكمك بل بالعكس انت ملكش نفسي دلوقتي اصلا ومفيش مناسبة اجتماعية سواء اوفلاين او اونلاين وكمان عارف انت هتركز علي ايه فمعادلة ممتازة لو طبقتها ان شاء الله ربنا يكرمك فالاربا حاجات باختصار ما تجيش على النوم تعالى على اي حاجة الا النوم لان من غير انت طول اليوم مش مركز اساسا ما تجيش على النوم زبط اكلك حاول تزبط اكلك في الفترة دي قدر الامكان ما تلكمش يعني ما تخلش اكالات من اللي بتلكمك ديت حاول ما تكونش شخص اجتماعي خالص سواء اوفلاين او اونلاين خليك راهب كده قابع في صومعتك اللي هي مكتب بتاع المذاكرة بتاعتك وقعد ذاكر واسمع كلام العام باريتو اللي هو ركز على الحاجات المهمة اولا ما مش لازم تمشي بالتسلسل اللي هو شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3 لا ممكن من شابتر 2 وبعدين تنوط لشابتر 7 بعدين تنوط لشابتر 9 دي الحاجات المهمة اللي يكون عليها التركيز في البداية الحقيقة في نصائح كتيرة جدا ممكن نكتب خمسين نصيحة ولكن الوقت داية ومش عايزين نشغلك ومش عايزين نكثر عليك الموضوع لو طبقت الاربع دول الباية ان شاء الله هتلاقيهم جايين معك كده لوحدهم وهي اخيرا وليس اخيرا يعني ممكن تجرب تذاكر مع حد مزنوق زيك يعني هتجلده بعض لو خسعته كده وهتشجعه بعض ولو الموضوع جاب نتيجة عكسية وحاسيت انك بتضيع وقتك لا يعني انك تذاكر مع نفسك افضل اعمل كده او ممكن تذاكر معايا يعني في فيديو كده عملنا اسمه او زاكر معايا ممكن تشغله على شاشة اه انا عارف دي اللي جي في دماغ دلوقتي ما انا احتاج التليفون عشان اشغل الفيديو اه ويشتتني لو ده اللي هشتتك بلاشه خالص لو عادي تشغله على شاشة او على تابلت ويكون بعيد عن ايدك برضو من الحاجات اللي بتنجز خدعة نفسية حلوة قوي بتساعد الانسان ان هو يلتزم ومزاكر فيها بتقنية البومودور اللي كنا تكلمني عنها سابقا هسيب لك الفيديو في وصف الفيديو وفي اخر الفيديو ده ان شاء الله وفي الختام ما تنساش انك في نهاية كل يوم تطلع تتماشى اطلع تماشى كده وشم شوية هوا ماشي رجليك انت طول النهار ممكن تكون قاعد فظهرك هيوجعك فاطلع ماشي رجليك او روح الجيم بعد ما تكون زاكرت مسلا اربع او خمس ساعات يا السلام كون يعني ايه متنفس رائع بس بعد ما تزاكر ويوصلنا لفاكرة الكوت والكوت عن نهوضة من بنجيمين فرانكلين الراجل يصورته على الميت دولار يعني راجل مشهور جدا بيقول early to bed and early to rise makes a man healthy and wealthy and wise بيقولك اللي بينام بدري بيصحى بدري واللي بيصحى بدري هتكون صحته حلوة وهيكون غني وهيكون حكيم فاسمع كلام الراجل اللي صورته على الميت دولار يعني اكيد مش هيقول اي كلام واكيد الناس ما حطوش صورته على الميت دولار كده من الهوى early to bed early to rise ما تجيش عن النوم يعني يعني أنا عندي دايماً مقولة لهو A great day starts with a good night sleep اليوم الرائع اليوم العظيم بيبدأ أني أنت تكون نايم كويس هتقوم كده يعني إيه ممخمخ فربنا نوفق الجميع وياريت بعد الفيديو داتيقفل اليوتيوب خالص وتقوم تذاكر بالتوفيق سلام عليكم شكرا